كل اقتصادات العالم تمر بمراحل مختلفة. طبعا هذه المراحل تميز على النمو في الاقتصادات. تراجع النمو. هذه المراحل الاقتصادية لا بد أن تمر بها كل اقتصادات العالم. وعادة بعد فترة كل نمو يكون هناك فترة تراجع تليه فترة تعافي. دعونا نلقي نظرة على ما يميز هذه الفترات الاقتصادية. فترة الركود عادة ما تتميز بانكماش في الناتج المحلي لربعين متتاليين. يكون على الأقل ربعين متتاليين. عادة ما تتراجع فيه مستويات النمو في الناتج المحلي. وهذا ما يعد ركودا اقتصاديا. أما فترة الكساد فهي عندما ينكم شوي تراجع معدل النمو بأكثر من 10% على الأقل وأكثر. وعادة ما تمتد هذه الفترات من التراجع في الناتج المحلي. وعادة ما أيضا تصبح في النطاق السلبي. وهذا ما يعد كسادا اقتصاديا. تاريخيا كان هناك 33 فترة ركود منذ عام 1857. ولكن كان هناك كساد واحد. وهو الكساد العظيم الذي حصل عام 1929. واستمر حتى عام 1933. عندما تدخلت الحكومات بحزم تحفزية كبيرة. دعمت الاقتصاد ونشلته من هذه الفترة. طبعا مدة الركود تقليديا وتاريخيا كانوا يقولون أنها تتروح بين 6 أشهر و 65 شهر. ولكن تم تعديل هذه القراءة. والآن بعد عام 1945. باتوا يقولون أن فترة الركود هي عادة ما تمتد للمعدل. لها يكون 11 شهرا. كيف هي مراحل الدورة الاقتصادية بالنسبة لكل اقتصادات العالم. طبعا فترة النمو عندما يزيد الناتج المحلي. وهذه عادة تتميز بنمو في الاستثمارات ونمو في التوظيف ونمو في النشاط الصناعي والتجاري للدولة أو الاقتصاد. ليصل إلى الذرو عندما تزيد معدلات التضخم وتزيد الأسعار. وهذا عادة ما يشكل ضغطا على الأفراد وعلى الشركات التي تزيد تكاليفها. وهذا ما يؤدي إلى الضعف في النشاط على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات. وما يؤدي إلى تراجع في النمو ويذهب بالاقتصاد إلى حالة الركود. عندما تصل مستوية النمو إلى النطاق السلبي. عادة نقول أنها حالة كساد. ولكن تأتي السياسات المالية والسياسات النقدية لتدفع الاقتصاد عادة إلى التعافي والنمو من جديد. ولتحقيق ما يعرف بفترات الرخاء. ولكن إشارة إلى أنه من الممكن أن تتدخل السياسات لعند حالات الركود. لا داعي في كل مرة أن تذهب الاقتصادات إلى حالة كساد. ماذا نتوقع في عام 2020؟ الحديث يتزايد في الآوين الأخيرة عن عندما كان هذا العام سينذر بركود عالمي. طبعا لابد من الإشارة إلى أن هناك صدمات عادة تدفع بالاقتصاد إلى التراجع. هل يكون فيروس كورونا أحد هذه الصدمات؟ هل تكون الاترابات في سلاسل الإمدادات العالمية التي تأتي بفعل هذا الفيروس الذي عطل الكثير من المصانع حول العالم؟ طبعا هناك تغفيد للشركات بشأن توقعات ربحيتها. خصوصا بالنسبة للربع الأول والربع الثاني. وهناك تراجع قياسي لقطاعات جوهرية. إذا ما استمرت هذه الحالة من المتوقع بحسب الكثير من المحللين أن ينظر عام 2020 بركود اقتصادي. ولكن سنرى في الأيام المقبلة إذا ما كانت السياسات المالية والنقدية المتخذة ستدعم النمو. ولا نصل إلى هذه الحالة. ترجمة نانسي قنقر